بعد نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات جاء عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد جلسة حملت معها إشارات واضحة عما سيحمله هذا البرلمان الذي يبدو أنه لن يختلف عن سابقه في الأداء والسلوك لا سيما وأنه ضم نفس الوجوه مع اختلاف في حجم هذه الكتلة أو تلك كان واضحا منذ اللحظات الأولى للجلسة سعي كتل ونواب إلى الاستعراض وإيصال رسائل إلى الخصوم بغرض ضمان أعلى المكاسب حيث دخل ممثلوها التيار الصدري لابسين ما يشبه الأكفان بينما وصل نواب آخرون يدعون تمثيلهم لثوار تشرين إلى مبنى البرلمان بعربة التوكتوك في حين تعالت تهديدات الإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات التي خسرت الانتخابات وتحذيراتها من انزلاق العراق إلى المجهول فوضى البرلمان امتدت إلى الشارع حيث جددت ميليشيا السراية التابعة للتيار الصدري احتشادها في بغداد وردد عناصرها هتافات تؤكد على نهج الانفراد بالسلطة على طريقة نور المالكي حفلة الضرب والشتائم المتبادلة انتهت بالإعلان عن بقاء محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية رغم كل ما اثير حوله من اتهامات وشبهات حاله كحال حاكم الزاملي الذي اصبح نائبا اول في منصب بات محجوزا للصدريين فيما استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستحواذ على منصب النائب الثاني وناله هذه المرة شخوان عبدالله ويؤكد العديد من الناشطين والمتابعين ان عمليات تدوير ذات الوجوه والمهزلة التي جرت في اولى جلسات البرلمان يثبت مرة اخرى ان خيار مقاطعة الانتخابات كان الاصوب لان المرضى المزمن الذي تعانيه العملية السياسية القائمة على الفساد والمحاصصة لا يرجى منه شفاء ولا تنفع معه اي عمليات ترقيع ما لم يقتلع اصل الداء واسبابه بدلا من التعامل مع اعراضه التي تتفاقم يوما بعد يوم